موسيقى حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام نصل إلى هذا الخبر المفرح حيث فاز منتخب قطر بلقب البطولة الدولية المفتوحة لكرة الهدف للمكهوفين والتي أقيمت بالأردن وذلك بعد فوزه على فريق على منتخب الإمارات في النهائي نعم لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا في الستيديو السيد خالد سعيد الشعيبي رئيس الوفد الإلكترية المشارك بالبطولة وأيضا السيد محمد همام محمد كابتن منتخب قطر لكرة الهدف للمكهوفين يا مرحبا ومسهل فيكم بحياك الله في استيديو تراحي يا مرحبا ومبروكين ومبروكين الفوز والله إن شاء الله يجعلها عادة مستمرة إن شاء الله تعالى إن شاء الله يكون فاتحة الخير إن شاء الله أبو سعيد في البداية نريد أن نعرف ما هي المشاركة هذه في مملكة الأردن الحشمية طبعا هذه بطولة سنويا تكون تحت مضلة الإبسة نعم اللي هي طبعا الخاصة بذوي العاقة البصرية ولله الحمد نحن تغريبا هذه رابع مشاركة نشارك فيها في الأردن في هذه البطولة الدولية المفتوحة وقدرنا السنة إن شاء الله الحمد لله بعد العداد الجيد لمنتخبنا وأننا نفوز بالمركز الأول وهذا بالنسبة كان لنا حلم حقيقة أن نأخذ الميدالية الذهبية ولأول مرة نأخذها على ساتذ الفرحة كانت جدا كبيرة وبحضور حقيقة الأمير رعاد وسعادة سفير دولة قطر زايد بن سعيد الخيرين زايد بن سعيد الخيرين والذي زيال في خير اللي ما قصر معنا أبدا من وصولنا مهي بغريبة على أبو سعيد مهي بغريبة على أبو سعيد وإحنا طبعا مبارك باسمنا عن طريقة ناتج الريان والحمد لله كان الفريق قد المسؤولية وأنا أعتقد أننا بولينا بلاء حسنا لأن الفريق كله كانت فرق معظمها قوية بالإضافة خاصة دولة الإمارات والأردن كانت من المنتخبات القوية المنافسة وقدرنا الحمد لله نحقق هذا الحلم طبعا ولو تسمحتون أننا نهدي هذا الإنجاز لأنه أول مرة في تاريخ كرة الهدف منتخب قطر يحصل على الكاس وعلى الذهب نهدي هذا الإنجاز إلى سيدي سمو أمير البلاد المفدة وسمو الأمير الوالد ورئيس الاتحاد القطري المعاقين والأمين العام وجميع أظام مجلس إدارة حقيقة اللي فعلا ما قصروا معنا وهذا الإنجاز هو فخر لنا حقيقة لأنه حقق خلاله من 94 تستهلوا الفرحة بينه في عيونك وفي كلامك حتى في الكلام اللي تحسينه فيه كلام ما طرع واضح كل ما تقوله الله يوفقكم إن شاء الله وإزاكم خير الله يوفقكم إن شاء الله أنا ودي أسأل محمد محمد يعني في البداية ودي تكلمني عن استعداداتكم وشان هي الاستعدادات اللي بذلتوها عشان تصلون لتحقيق مثل هذا المركز اللي الكثير من الناس قد يحسدونكم عليه أو يغبطونكم لوصول له والله الحمد لله رب العالمي أول شيء سعدتكم صراحة جيد حق البطولة هذه ليش أنا شاركنا في شهر خمسة بطولة الخليج في عمان وبعدين رحنا معسكر بولندا وبعد بولندا رحنا على الصين فكل هذه التحضيرات صراحة ساعدتنا أن نحن نحقق الأنجاز الكبير في البطولة هذه صراحة كل المشاركات والمسكرات اللي تعبنا فيها مراحة خسارة بالعكس حصنا إنتاجها في البطولة هذه والحمد لله رب العالمي خذناها يعني بجذار واستحقا من البداية أصلا كان كعبنا عالي في البطولة هذه وليهنون بقية المنتخبات ولكن كنا متفوقين عليهم بشكل كبير محمد شون طريقتها اللعبة يعني كرة الهدف شون طريقتها كم الفريق كم عدد اللعبين قد تطرقنا قبل لكن بعد نوضح للمشاهدين طريقتها هو الفريق تكوى من ست لعيبة طبعا غير المدرب ومساعد المدرب والطبيب والمعالج قصدي ست لعيبة ثلاثة ينزلون الملعب واحد منهم يكون رأس حربة ماسك الوسط واثنين مهاجمين واحد على يمين واحد على يسار وتعتمد بشكل كبير على السمع الكرة فيها جرس ولازم تكون لياقة جدا عالية لكي يمكنك تركز في الهجوم في الدفاع يعني السمع هو أهم شيء إلا أن حتى لنا نشوف في المكوفين ما قلت لكم سابقا يتصنفون ثلاثة تصنيفات العقبة الصرية رغم واحد اللي هم يشوف ولا شيء رغم اثنين يشوف شيء بسيط ورغم ثلاثة ممكن يشوف بشكل جيد لكن في اللعبة هذه كل المكوفين تسوون تغطى العين بشاش يعني مثل على أساس أن يكون نفس المسك الأسود على عين عشان يكون كلهم متساوين في الملعب بس محمد يعني مثل هذه اللعبة تحتاج إلى لياقة عالية ومجهود كبير يعني هل تعتقد أن الاحتكاكات بينكم بين الأفرق الثانية هي اللي أهلتكم للوصول إلى مثل هذه المواصيل أكيد هذه الاحتكاك لا الاحتكاك هو شيء ثاني بس تدريب نفسه يعني لا يجب أن يواضح على التدريبات لأن اللياقة العالية تجي من خلال التدريب أما الاحتكاك هو يعطيك خدر يعني شون تصلح عندك أخطاء الصيد تصلح أخطاء الهجوم شون يكون هجومك أي طريقة تكون هاي الاحتكاك لكن اللياقة طبعا تجي من الاحتكاك لكن الأساس في اللياقة اللي هو التدريب نعم أبو سعيد نريد أن نسألك ما في بطولة تجيب سهولة ما في بطولة تجيب بدون عقبات أو مشاكل إذا تجاوز صاحب البطولة أو الشخص اللي يبقى يوصل الهدف هذه العقبات يوصل الهدف اللي هو المركز الأول أو تحقيق النجاح أنتوا لا شك أنها واجهتكم مشاكل عقبات يعني إشكاليات يعني وضح شالي واجهكم وتعديته والله الحمد والله ما في بطولة أو ما في فريق ما يعاني من بعض المشاكل والعقبات أمكن أننا كانت عندنا العقبات الكبيرة التي هي عملية تفرغ اللاعبين حقيقة في المعسكرات الطويلة وفي البطولات تفرغوا من أين؟ من أشخالهم من أعمالهم ولما أننا في نظام وفي قانون ولكن مدام أنا موجود اليوم معكم أتمنى أن المسؤولين عن الشباب يسمعوني أنها في عقبات كبيرة وطويلة مرة بالموافقة ومرة بعدم الموافقة ولكن هناك في جهود شخصية نحن نقوم فيها حقيقة ودائما نروح مكاتبهم توددا على أساس أن الشباب يحضرون هذه البطولات وهذا مفروض أنه يمثل دولة قطر في مهمة رسمية هذا الأشياء نعانيها وأنا أتمنى أن يسمعوني أن عندنا بطولة جاي بطولة كوريا العلاب الأولومبية وأنا أخاف من نفس المشكلة التي يعانون فيها الشباب أنا أحب أن أضيف شيء على محمد مثل ما قاله أنا أضيف من المسؤولين عن أخوانا من دولة عاقة البصرية أنهم يفرغونهم أو حتى يساعدونهم في أن يشاركون ويكون في راحة نفسية لهم وأنا متأكد أن المسؤولين إذا يشوفون الحين ما رح يقفون رح يكون واقف معكم بالذات إذا كان الناتج يا أبو همام الذي هو الكاس هذا المركز أول الهدف يعني الهدف الأول في الأخير رفع علم قطر في كافة المحافظة إذن جهود المسؤولين من وراء المكاتب أمر لا بد منه يعني إحنا الآن إن شاء الله ناوين الكاس نفر فيه يعني ندور فيه في بعض الوزارات فيها الشباب يعني ويصورون معه هذا هذا نجاز فخر للدولة قطر يعني أنتم ما شفتم معنا الأحداث التي صارت في الملعب الثناء نحن نفذنا به الكاس دموع الفرح والبكاء والله ما جاء بالسهل يعني الكاس لم نحصل عليه يعني بطبق من ذهب لا هناك معاناة أنا أضيف على الشيء اللي قال محمد الكورة طبعا وزنها تقريبا كيلو و 25 جرام هذا الكيلو و 25 جرام محتاج إلى الرجل قوي يدفع الكورة إلى الخصم ولازم الكورة توصل في أقصى سرعة وفي تكنيك معين هذا الشيء ما جاء إلا عن طريقة تدريب المكثل وهذا اللي قام فيه ربعنا وإخواننا من دول يعاق الحمد لله ربعنا اللي من كلام خالد أنه هو جهد حثيث وعناء أيضا للوصول إلى مثل هذه المواصيل أنا ودي أسألك هل في استعدادات تقومون فيها الحيل للبطولات مثلا القادمة لأن أنت تعرف محمد وممكن تحقق اليوم اللي أنت تبيه ولكن أنت تحافظ عليه الفترة الطويلة يمكن أن تكون شيء من ضروب المستحيل فشلون أنت بتحافظون على مثل هذه يعني الطليعة دوما تكونون في الطليعة طبعا من الصعب الوصول إلى القمة والأصعب من الوصول إلى القمة أنك تحافظ على المركز هذك اللي وصلت إلى القمة ممكن أن الواحد يوصل إلى القمة لكن بعدما يصل ممكن أن يتراجع لكن الصعب أنك تحافظ على مستواك من الصعب أنك تحافظ على تألق فالمطلوب اللي هو الاستمارية بالعكس الإنجاز هذا أعطانه دافع دافع كبير أن نحن نواصل في تدريبات وحتى في نوعية تدريبات أصلا عشان لا نصر نحن مطالبين يعني بتحقيق يعني مدام جبنا للمركز الأول فنحن مطالبين حتى من نفسنا أن نحق نجازات أفضل وأكبر منها يعني والمحافظة على المركز الأول زين أبو همام وش المشاركات المستقبلية إن شاء الله لك أنتو الرابع إن شاء الله بعد شهرين أو شهر ونصف غير نكون في اللعب الأسوية في كوريا إن شاء الله تأهلنا حق البطولة هذه من خلال البطولة التي أقيمت في الصين بعد شهرين إن شاء الله وعقبها إن شاء الله اللي في الصورة حاليا بعدين يكون جدل ثاني حق مثل ما تقول سنة 2015 حاليا تقريبا تكون آخر بطولة لنا في هذه 2014 اللعب الأسوية في كوريا إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله خالد أنا ودي أسألك يعني الحين تشوف الشباب على قدم وساق اللي يتبين لأنهم يعني قاعدين يحاولون بشتة طرق الوصول إلى هذه الأهداف وأن يشوفون نتيجة جدام عينهم هل تعتقد أنهم محتاجين مثلا لموارد إضافية لمعسكرات إضافية مثلا لجهود فردية أيضا لتنمية ذاتية لتدريب إيش أنه اللي أنت تحس أنهم محتاجين عشان يحققون مثل هذه الأهداف هو أول شيء طبعا الاتحاد القتل لرياضة المعاقين ولله الحمد ما مقصر مع أنه أبدا يتفضل فيها خالد من ناحية المعسكرات من ناحية الإعداد الجيد من ناحية حتى الراحة النفسية هناك موجودين من الناس مختصين من الدكاتر النفسيين مع اللعبة القصد منه كله لأن اللعبة هذه هي لعبة جماعية فاللعبة الجماعية محتاج إلى روح روح الفريق روح الفريق الواحد نعم فإذا حسيت حد أنه شوي نفسيا تعبان يمكن أن أثر على الفريق بشكل كبير جدا فهذا الذي نداريه دائما والاتحاد كذلك يداري الله يجزي خير أن المعنوية تكون دائما تم الاستعداد وهذا الذي يحدث معنا طبعا المعسكرات نحن مقصري معنا مثل ما قال لخ محمد كنا في الصين كنا في بولندا كنا في شذي وليس لدينا أي مشاكل ولكن نحن دائما ندور الدول القوية الفرق القوية التي تنافس صحيح من 2000 وراح ما نرجع للدول التي مثل وضعنا نلعب مع إيران نلعب مع الجزائر نلعب مع الدول التي فيها عندهم خبرة ولله الحمد دولة قطر لها بصمة كبيرة يمكن كرة الهدف ليس معروفة في المجتمع القطر بشكل كبير جدا ولكن عن طريق قناتكم والله الحمد أكثر من مرة الحوارات بدأت الناس تعرف وكانت عندنا آخر مرة يمكن الأخوان حضر من قناة الريان كانت في بطولة رمضانية التي سويناها تعريف بكرة القولبول واشتركوا معنا وأهم الناس المشتركين كانت وزارة الداخلية وكانت اللعبة جدا رائعة وسوينا ثقافة حق المجتمع وشاركوا فيه مجموعة حقيقة من المؤسسات في قطر ولله الحمد بالنسبة لنا نحن كمتخصصين في هذا المجال وفي هذه اللعبة نحن تقييم لأنها هي لعبة عالمية على مستوى العالم وهذا شيء معروف عنه وقطر الآن جاءت مرحل من مراحل وصلت رقم 17 ولا لأخي محمد على مستوى العالم ولا غلطان محمد صلح لي 17 على مستوى العالم هذا يعتبر إنجاز إنجاز كبير كبير جدا أبو همم ما هو الفريق أو المنتخب الذي تتمنى تلعب معه دائما على مستوى منتخب كرة القدم تعليقين الشاب يقولون نبغي نلعب مع إسبانيا نبغي نلعب مع إنجلترا لكن أنتو في رياضة كرة الهدف فش الفريق الذي تطمحون أن تلعبوا معه حتى لو كنتوا عارفين أنها أقوى منكم لكن الاحتكاك بهم ممكن يزيد الخبرة عندكم صراحة الفرق الذي نحب نلعب معه ونتمنى أن نلعب معه هي فلندا، فلندا، لاتوانيا، وصين دائما نتمنى أن نكون لعبنا معه الصين لعبنا معهم تقريبا يعني هم معروفين بالقوة هم حصين على الألمبياد، صين، وفلندا دائما في المراتب الأولى بسوى العالم، ولاتوانيا نفس الشيء وآخر فترة السنة هذه تقريبا البرازيل هي اللي أخذت المرتبة إن شاء الله تلعبوا معهم إن شاء الله ولا في شيء صعب عليكم بإذن الله نحن وراءكم وندعمكم ونشجعكم إن شاء الله بإذن الله ونحن نريد أن نكون معكم أيضا على تواصل متى أنتما قررت تكونون في هذه البطولات يعني انتمنى أن نحن يكون لنا السبق الحسري لتغطية مثل هذه الفعاليات التي فعلا تعود بالنفع والفائدة على المجتمع وهذه أقوى رسالة لكل إنسان قد يعطيه في يوم من الأيام يعني نظرة البرود أو الكسل نوعا ما فهذه جرعة تنشيط لنا إحنا كلنا مع بعض إحنا بدورنا نشكرك أستاذ خالد الشعيب على الجهود اللي تقوم بها وأيضا نشكرك أيضا محمد محمد المحمد على الجهود وانت كابتن الفريق وانتمنى لك المزيد من التوفيق إن شاء الله ونبي منك وعد أن تكون عندنا نفس الميدالية مرة ثانية إن شاء الله نشكركم صراحتنا على الاستضافة وعلى التغطية وعلى المتابعة وعلى تسليط الضوء على هذه اللعبة الصراحة هذا واجبني الله يسهل الله يسهل مشاهدنا فاصل قصير ونرجع لكم لمتابعة ما تبقى من حلقة ترحيب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر